بسم الله الرحمن الرحيم كان الكلام في الطواف وهو ركن من أركان الحج أركان الحج خمسة الإحرام الطواف السعي الوقوف في عرفة والوقوف في المزدلفة لو أن شخصا ترك الطواف إما عالما عامدا قال ما أطوف راح المكة وعاند صير أحيانا بعض الناس صير لمشكلة يقوم يعاند فما راح يطوف وظل قاعد بالعمارة إلى يوم عرفة يوم تسعة بطل حجه برمته بطل حجه برمته ترك ركنا أو كان يجهل ما يدري أكو شيء اسمه طواف أجه للمسجر الحرام ما يدري وين يروح وين يجي أول مرة راح للمسعة سعى وقصر ورجع البيت وما عرف بالقصة إلى يوم تسعة صار الظهور يوم عرفة قالوا لها أنت طفت قال لا ما طفت أنا رحت للمسعة حجه باطل ركن الطواف ركن جاهلا أو عامدا طواف العمر وطواف الحج اثنينهم اثنينهم لهم نفس الوضع ركن جاهلا جاهلا وهذا الطواف له شروط خمسة النية وهي أمر قلبي يكون قاصد أن يطوف الحين عادة لما يأتي الحاج يجيبون الحجاج غالبا قريب ما يوصلون للكعبة يقرون لهم نية أطوف طواف عمرة التمتع من حجة الإسلام وجوبا قربة إلى الله تعالى زين لا بأس لا بأس لكنه ليس الزاما هو ما طلع من العمارة وجاي للمسجل الحرام إلا ليطوف يريد يأدي عمل فيأتي بالطواف قاصدا إياه قربة إلى الله تعالى لله عز وجل لتكون رياء النية ليكون شيء يخل النية كل العبادات تحتاج إلى نية هناك أمور غير عبادية كأكثر الأعمال التي نأتي بها من الصبح إلى الليل الإنسان يروح يشتغل لازم ينوي القربة له يأكل ويشرب لابد أن ينوي القربة له ينام إلى آخر الأمور التي يفعلها لكن يمكنه أن ينوي القربة في كل أعماله فيأجر يخرج إلى العمل صباحا يفكر للحظات أنه أنا عندي عائلة وأنا مكلف بأن أنفق عليهم فأنا أعمل حتى أوفر لهم شيئا امتثال لهذا الواجب يؤجر يؤجر على العمل يأكل ينوي القربة يقول مثلا أتقوى بهذا الطعام على عبادة الله عز وجل يأكل طعاما جيدا يفكر في الحديث الشريف المروي أن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده الله تعالى أعطاك لا تبخل كل جيدا البس جيدا وأعطي الآخرين أعطي صل أرحامك عندك زيادة صل الآخرين هذا يقدر الإنسان يقصد بها القربة حتى النوم يقول أنا أروح أنام الآن يقول لولا بعد وقت ساعة بالعشرة بالهدعش إيش عندك من الآن نايم يقول أنام ساعتين ثلاثة أرتاح أقوم للتهجد لصلاة الليل هذا نومه صار عبادة صار فيه أجر على كل الأمور العبادية تحتاج إلى قربة الأمر الثاني الشرط الثاني في الطواف الطهارة من الحدث لا بد أن يكون الإنسان متطهرا إذا كان محدثا بالأصغار عليه أن يتوضأ في الطواف الواجب طواف العمرة والحج وطواف النساء أما الطواف المستحب طواف المستحب شنو معنى الذي ليس جزءا من عمرة ولا من الحج يعني لا يقول والله أنا هذا الحج اللي آتي به هو الحج كل مستحب أنا حاج صحيح هو الحج كله مستحب فرضناه لكن لما أحرمت خلص صرت ملزما بأداء هذه الأعمال الطواف السعي إلى غيرهما إلى آخر الأعمال اللي طوف الطواف إذا فاته الوقت لا ما لحل لا لا إذا صار يوم عرف وما أتى بالطواف بطل حجه بطل وحرامهم بطل زين الحين الطواف المستحب لا يحتاج إلى طهارة من الحدث يعني شنو طواف مستحب الحين إن شاء الله ترحون للحاج وتجيبون العمرة عمرة التمتع خلصتوا العمرة عادة يبقون الحجاج أربع خمس أيام في مكة إلى أن يأتي وقت الحج يوم الثامن بهالفترة الإنسان شي سوي يذهب إلى المسجد الحرام وفي المسجد الحرام هناك أمور مهمة جدا فيها أجر عظيم أهم شيء الطواف المستحب يقول أنا طفت طفت طوافك الواجب طوف طوف أي كمية من الطواف استطعت لكل شيء تحية وتحية المسجد الحرام الطواف أحسن شيء إذا صار يطوف حول الكعبة سبع أشواط طواف مضبوط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود طواف مضبوط هذا الطواف المستحب لا يحتاج إلى وضوء يقول أنا مو متوضي ما يخالف مو لازم لا الطواف الحين يجينا إن شاء الله يجوز حتى خلف مقام إبراهيم عليه السلام يجوز نعم الشغلة الثانية القضية الثانية في المسجد الحرام الحين يقول أنا زحم علي أطوف وكذا وطفت الصلاة صلي الرواية تقول ما معناه إن الركعتين الركعة الركعة من الصلاة في المسجد الحرام تعدل أو الصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف ألف صلاة يعني مليون ألف ألف زين أن الإنسان يكثر وبعد القضية الثالثة أن يجلس وينظر إلى الكعبة هو النظر إلى الكعبة فيه أجر كل سبع أشواء طواف كامل له صلاة ركعتين حتى المستحب طبعاً إذا طاف الطواف المستحب وهو ممتوضي قلنا ما يخالف يجوز لكن ما رح يقدر يصلي الركعتين حتى يتوضى لأنها صلاة لا صلاة الطواف المستحب صلاته تجوز في أي مكان من المسجد ليس خلف المقام بالضرورة طيب الرواية مضمونها إن لله تعالى في المسجد الحرام مئة وعشرين نظرة تبالي نظرة ستون منها للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين يقعد يطالع الكعبة زين هذا المستحب لكن الطواف الواجب طواف العمر طواف الحاج طواف النساء هذه طوافات واجبة إلزامية لابد أن يكون الشخص فيها متطهرا من الحدث إذا كان محدث بالأصغر يتوضى إذا محدث بالأكبر شلون مجنب وصل المكة راح يرتاح شوية احتلم شي يفعل يغتسل يرفع الحدث الأكبر ثم يأتي للطواف أمرأة كانت حائضا أو نفساء ووصلت إلى مكة قعدت يوم يومين ثلاثة إلى أن ذهب انتهى الحائض أو النفاس تغتسل وتذهب إلى الطواف فيكون طاهرا من الحدثين الأكبر والأصغر إذا طاف من دون طهارة من الحدث طوافه باطل ما يقدر يتوظى مثلا مريض عند عذر يتيمم يتيمم مثل الصلاة شلون إذا واحد ما قدر يتوظى للصلاة ماذا يفعل يتيمم هناك أناس حدثهم نعوذ بالله دائم مسلوس سلس البول سلس الغائط سلس الريح مرض مرض نعوذ بالله في كثير من الناس عندهم الشكل مشكلة زيان هذا شي يسوي هذا يتوظى حال حال غيره ويروح يأدي الأعمال احتياطا احتياطا عقب ما يخلص هو يخلص الطواف يستنيب شخصا ليطوف عنه المهم لا بد ان يكون الانسان متطهرا من الحدث احد الامور التي هي مورد ابتلاء للنساء على مر ازمنة انها تحيض تحيض زين وهذه الحائض ما رح تقدر تطوف محدثة فماذا تفعل جاءت من المدينة المنورة الى الميقات وهي حائض او لا عقب ما احرمت ومشت جاءها الحيض هي يصير وهي حائض تحرم ايه قلنا سابقا لا يشترط في الاحرام ان يكون الشخص طاهرا من الحدث او الخبث من الحدث حتى من الخبث بس توب الاحرام لازم يكون طاهر المسلوس اذا كان يسبب تنجيس المسجد الحرام لا ميجوز لازم يتحفظ يلبس حفاظه غير ذلك اذا تعذر يستنيب شخصا يطوف عنه زين الحين هذه المرأة جاءت وقت الاحرام وهي حائض او لا مو وقت الاحرام بعدين جاءها الحيض عقب ما احرمت اقتربت من مكة وصلت مكة مثلا جاءها الحيض ماذا تفعل اه اكو مسألة هنا هالأيام تسأل انه يصير تستعمل شيئا حبوب مثلا تقطع الحيض ايه يصير لو ارادت ان تفعل ذلك يجوز لها الحين ما امكنها ان توقف الحيض تصبر ما يجوز لها تروح الطوف تروح للعمارة كذا تقعد يوم ثلاثة اربعة الى ان ينتهي الحيض عقوب منتهى الحيض تغتسل وتذهب الى الاعمال الحيض المستحاضة تعتبر في حكم الطاهرة اذا كانت استحاضتها صغيرة قليلة تتوضى اذا متوسطة تغتسل كبيرة ايضا تغتسل الزين هذا اذا كان الوقت يسع جاءت مثلا يوم واحد اثنين ثلاثة ذي الحجة وصلت الى مكة وهي حائط قلنا تروح الى الامارة ما يجوز لها تروح اصلا للمسجد الحرام الاثناء تجي مسألة تقول هذه ضايجة بالامارة يوم ثلاثة يصير تروح هناك مثلا تقعد لا ما يصير ما يجوز لها تدخل المسجد الحرام نعم يجوز لها ان تجلس في المسعى المسعى لا يعتبر من ضمن المسجد تروح هناك تقعد بالمسعى هاليومين ثلاثة شوف الناس تطالعهم الى ان يصير خير ينتهي الدم وتقتسل وتبدأ باداء الاعمال فاذا وسع الوقت فبها ما وسع الوقت صار يوم ثمانية راح يصير يوم تسعة لا الدم موجود بعدها حيض هيطول تقلب عمرتها الى حج افراد هي مو محرمة بعمرة تمتع نفس هذا الاحرام تعتبر نفسها الان تنوي انها تحج حج افراد حج الافراد خلص بعد الحين تكون تروح العرفات ومزدلفة وكذا العمرة راحت منها تروح الى عرفات مزدلفة منها تأدي اعمال منها يومين ثلاثة تنظف تنظف اقو بيومين ثلاثة تغتسل تذهب الى المسجد الحرام تؤدي الطواف طواف الحج طواف النساء خلص تحج الافراد بعده تذهب الى التنعيم وتحرم بعمرة مفردة لان عمرة التمتع فاتتها قلبتها الى حج افراد تأتي بعمرة مفردة وهذا يجزيها هذا يكون تكليفها الزام عن تأتي بالعمرة المفردة نعم العمرة ايضا فورية العمرة كالحج وجوبها فوري الا اذا لم يمكنها كان عندها عذر القافلة التي تمشي مثلا ما امكنهم ان ينتظروها تخليها بعد شهرين ثلاثة تأتي بالعمرة المفردة لا لا ما تحرم هي راح تأدي اعمال الحج ومنه طواف النساء ورح تصير محلة عليها عمرة مفردة عليها عمرة مفردة مستقلة خلاص صارت محلة زين اذا الطهارة من الحدث شرط شرط ثالث الطهارة من الخبث يعني جسم الانسان اليطوف وثيابه لا بد ان تكون طاهرة فاذا كانت نجسة لا يمكنه ان يطوف اين جاسة كانت حتى الاقل من الدرهم يعني الدم الاقل من الدرهم المعفو في الصلاة اليس معفوا في الطواف لا ليس معفوا في الصلاة معفوا دم الجروح والقروح المعفو في الصلاة الا يعفى عنه في الطواف لا يعفى الا اذا كانت تطهير عليه حرجية عند جرح او قرح معتبر كل ما يطهر ينزف يؤذيه ما يقدر يطهر يصير عذر اذا لم يصل الى حد الحراج يعني مو مثل الصلاة الصلاة وضعها يختلف هناك دليل وارد على ان الدم الاقل من الدرهم وان دم الجروح والقروح معفوان في الصلاة لكنهما ليس معفوين في الطواف قلنا الا دم الجروح او القروح التي يتعسر حرج في ازالته حينئذ لا بأس فمر الانسان يطوف وثيابه او جسمه نجس هذا طواف مصحيح قد يطوف وهو لا يعلم بالنجاسة اقب ما انتهى طال احرامه شاف متنجس مثلا بالمناسبة الحين واحد قعد يطوف شاف شخص امامه من جماعتهم افرضه احرامه من وره كل دم بس ما يدري هو لا عزم ينبه لا اموزين هم ينبه يعني شغله معدل شي يريد منه يتركه لان هذا هو معذور تركه خلي خلص طوافه من يخلص يقول له ترى انا شفت المنظر قدامي شان وما قلتلك خليتك تخلص طوافك حتى لا تطيح بمشكلة ذا كم يقول له جزاك الله خير ما ورطتني شي طلعه بنص الطواف وين يروح وين يجي فلا يقول له يتركه يتركه طوافه صحيح اذا ما علم الا بعد الانتهاء طوافه صحيح لهذا اقول لا ينبه وإذا طوافه باطل خلو ينبه حتى شفت رح يعيد مرة ثانية وهذا الكلام ترى حتى بالصلاة يجي فرضنا واحد يجي الى المسجد الى اي مكان واحد واقف يصلي امام الجماعة الامام واقف ولابس كذا الرداء وهذا المأموم طالع شاف هذا الرداء الامام ملوث ب اي شي مو الا دم اي نجاسة اخرى ما يدري الامام ما عنده خبر فرضنا يمشي بالشارع طاحت عليه نجاسة على ثيابه وهو ما التفت هذا المأموم شاف كلهما من المأمومين واقفين مئة نفر قاعد يطالعو يصير يصلون وراء ايه يصلون وراء يصلون وراء جماعة لان صلاته صحيحة هو ما يدري اذا صلاته صحيحة اذا يمكنهم الاعتمام به يصلون وراء ومن يخلص يرجون يقولوله يرجون ما يقولوله لا مشكلة ما يعيد لا يعني نقول صلاته صحيحة زين لا الجاهل بالحكم اذا كان مقصر عمله مو صحيح ايه اذا جاهل بالحكم يكون ينبه كل شخص يجهل حكما قايلين يجب تنبيهه تنبيه الجاهل وارشاده الغافل اذا ما كنت تدري انه جاهل يمكن هو مملتفت لا تقل له كذلك لو نسيه هذا فرق بين الطواف وبين الصلاة الصلاة لو واحد كان يدري جسمه او ثوبه نجس نسي راح عن باله وهذه تصير كثيرا ما يجون يسئلون بعض الاخوان يقول انا كنت بالسوق ايه لي تنجست قلت ان شاء الله اروح المسجد اطهرها واصلي ينسى الى ان وصل للمسجد راح عن باله وصلى باليد النجسة بالثوب النجس صلاته باطلة لكن في الطواف لو نسي النجاسة على اساس يطهر ورح عن باله وطاف بالثوب النجس بالبدن النجس المتنجس طوافه صحيح الركعتين تبطل لو استمر النسيان وانتم زين الحين اثناء الطواف التفت التفت شاف احرامه متنجس ماذا يفعل خلي شيله هذا الاحرام يشيله لا يظل لابسه يمسكه بايده وما في مشكلة يعني مو لازم الانسان باثناء الطواف يكون لابس الثوبين كافي واحد منهم او مثلا يبدله اذا فرضنا شاف لواحد من جماعة تتوى خلص طوافه يقول له بل الله اعطيني احرامك خل الابسه مثلا اذا اذا امكنه التبديل او النزع ينزع او يبدل قد ما يقدر شاف الازار الوزر اللابسها تنجس وين يقدر ينزع الوزر بكذا ويبدلهم مو ممكن فحينئذ يخرج يرتب امره يطهر يبدل ويرجع الى المكان الذي كان فيه ويكمل طوافه بشرط ان لا تفوت الموالاة يعني مقدار دقيقتين ثلاثة يرتب امره يشوف لزاوية يبدل كذا او يطهر ويرجع اما اذا فرضنا فاتت الموالاة افطر يطلع من المسجل الحرام برمته وزحام زحام كثيرا ما هي يطلع يمكن يريد لربع ساعة يقدر يطلع من المسجد الى ان يروح ويلقى مكان ويطهر ويرجع يريد لبعد ربع ساعة ثانية نص ساعة الموالاة راح تروح فيعيد طوافه اذا لم تفوت الموالاة يطهر او يبدل ويكمل طوافه هذا الشرط الثالث الاول النية الثاني الطهارة من الحدث الثالث الطهارة من الخبث يعني من النجاسات الرابع الختان للرجال الختان بشكل عام كمسألة نتكلم فيها بشكل عام خلوا الحين الطواف بالنسبة لغير البالغ الطفل يستحب ختانه في اليوم السابع من ولادته يصير قبل السابع يصير لو نفس اليوم يجوز لو بعد شهرين لو بعد خمس سنوات يجوز ومستحب ما دام بعد مبالغ الختان مستحب وليس إلزامية ويستحب أن تصنع له وليمة لا وليمة إلا في خمس الرواية تذكر اللي منها الختان لو واحد ختن طفله يسوي له وليمة يدعو إخوانه المؤمنين وأيضا في الزواج من يتزوج مستحب أن يصنع وليمة وفي البيت بيت جديد حصله الله جاب الهياء عز وجل يسوي وليمة المهم فهذا مستحب الحين فرضنا الأبو يقول أنا ماريد أختن الولد مالي خلق كيفك مثل تختن لا تختن عمل مستحب هذا ما ختنه إلى أن كبر صار رجلا وجب عليه أن يختن واجب عليه وجوبا تكليفية وليس وجوبا شرطيا لشيء يعني الآن فرضنا كبر ما ختن يصلي صلاة صحيحة يصوم صيام صحيح أكو وجوب تكليفي في الختان فقط الختان شرط في شيء واحد وهو الطواف فقط لا غير في الطواف لا يمكن للإنسان أن يطوف وهو غير مختون ما كفر جاهل أو غير جاهل ما يقدر يطوف وهو غير مختون طواف طواف باطل هذا شرط نعم الظهر وهذه أيضا تصير غالبا المسلمين يختنون أطفالهم مهم صغار يختنوهم بس هذه وين توجد عادة بعض غير المسلمين مسيحي مثلا ويصير مسلم المسيحيين ما يختنون اليهود احتمال عندهم ختان لكن النصارى ما عندهم الحين شخص مسيحي صار مسلم رجل شنو وظيفته وظيفته ان يختتن يروح كذا يساول عملية يزيلون الغلفة فلو طاف قلنا لا الختان ليس شرطا لأي شيء إلا للطواف الحين فرضنا واحد مسيحي هلأيام صار مسلم أيام الحج زين وعنده أموال لازم يحج مستطيع ولله على الناس يحج البيت من استطاع يكون يروح يحج لكن ما رح يقدر حتى يختتن إن أمكنه أن يختتن ثم يذهب في هذه السنة فهو المطلوب لم يمكنه ذلك راح يدور هنا وهناك طبيب كذا ما حصل الوقت ضيق ماذا يفعل يؤجل يأجل حجه إلى السنة المقبلة ما يقدر يحج إذا ما اختتن زين لو يأس أصلا من التمكن هذا عنده مرض معين اللي ما ما رح يقدر يختتن يقال بعض كذا بعض أنواع مرض السكري ما يمكن أن يجرحو جرح ما يندمل خطر عليه عنده سكري عالي جدا وقال للطبيب أنت ما تقدر تختتن أصلا تموت يصير عندك نزيف وتموت زين شي يسوي هذا يروح بعد يأس من إمكانية ذلك يذهب إلى الحاج واحتياطا بعد أن يطوف يستنيب شخصا ليطوف عنه هناك بعض الأحكام الأخر حول هذه المسألة تأتينا إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر